بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا أحباء في الله لقاء جديد حلقة جديدة مع عرض ومرض عرض النهاردة هو عرض قد يصيب كثير من الناس وهو كثرة النوم الوخم الناس اللي بتنام كتير الناس اللي تبقى قاعدة تتكلم حتى لو عندهم ضيف وقاعد يتكلم لو سكت شوية تلاقيه رح ناعسان على الكنبة والكرسي الناس اللي تنام 8 و 10 ساعات ويقولك أنا حاسس ان انا مش باعتش نوم عايزة نام تاني الناس اللي بتنام حتى وهي واقفة بنشوفهم في المواصلات لو واقف في المواصلات وما سكتلاقيه من التعب والاجهات بدأ ينعص وهواقف الناس اللي بتنام في كل كل الأماكن الناس دول بنقولهم ده عرض قد يكون سببه مرض كبير وانت مش دريان النوم الكتير وكثرة النوم قد يكون مؤشر ربنا بعته لك عشان ينبهك يقولك النوم الكتير ده ممكن يكون سببه ايه او ايه او ايه النهاردة هنشوف ايه الامراض اللي بيسببها هذا اول هذه الاسباب هو اسباب نفسية الترتيب العالمي في الموسوعات الطبية يقوله السبب الاساسي لكثرة النوم هو الهروب من الواقع الناس كثير عندها مشاكل في الاسرة مشاكل في البيت مشاكل في العمل يقولك اهرب من الموضوع ده بايه انا مش عايز الناس دي خلاص انا عايز ينام اروح الداخل نايم اريح دماغي يهرب وبينام بالفعل مش بيعمل نفسه نايم ان بعض الناس يدخل leyقولك ده لو حاجة نفسية بقى او بيغط دماغه وقعت صهران او مسك الموبايل تحت اللحف لا هو بينام فعلا بيهرب من المجتمع بيهرب من الضغوط بيهرب من الفاتير بيهرب من الايجار بيهرب من الكهربى بيهرب من كل حاجة يروحوا داخل تحت اللحاف هناك بنقول اول سبب الاكتئاب هو مكتئب منعزل عن الناس بينظل للناس ان هما محدش بينصفوا كل الناس خزلوني كل الناس بيعدوا عني كل الناس مش حلوين الناس بس بيعرفوني وقتا ما يكون كويس اما دي بتبدأ تترصب عنده بيبدأ يحصل عنده توتر وقلق فالهرب من القلق والتوتر هو النوم بعض الناس يقولك لا انا ما عنديش ده الحمد لله انا كويس بس عندي مشكلة في الخمول الغدة الدرقية الغدة الدرقية لو بدأت بيحصل فيها خمول تلاقي الواحد بينام وقته طويل جدا وخصوصا عند النساء فقر الدم الناتج عن نقص او سوء التغذية نقص الحديد الناس اللي عندهم انامية نتيجة نقص الحديد تلاقيهم بيناموا كتير ان جسمهم مش قادر يبزل مجهود ان كمية الاكسوجين اللي الحديد بيشيله قليل فمش قادر يبزل طاقة فاقل مجهود يقولك عايز انام اعمل مجهود صغير عايز انام جنبهم ساعتين ثلاثة اعوض تعوض ايه؟ ان ما عندوش الحديد الكافي في دمه عنده نقص في الحديد زيادة او انخفاض في الوازن الناس البودناء اللي هم اللي هون عندهم وزنهم معدل كتلة الجسم فوق التلاتين او اللي هم اللي عندهم نحافة مفرطة اللي اتنين يناموا كتير فبنقول قد يكون سبب النوم الكتير النحافة المفرطة والسمنة المفرطة اللي اتنين نقص فيتامين دال وده بنلاقي كتير جدا اليومين دول الناس اللي عندهم بتعرضوش لأشعة الشمس الدنيا برد وسقعة وبلاطي ويخرجوا في الهواء دقيقتين يبدأ يحصل نقص فيتامين دال يناموا فترات طويلة جدا لان نقص الفيتامين يؤدل ذلك امراض القلب الناس اللي عندها مشاكل في قلبي خصوصا مشاكل الصمامات صمام المترالي والصمام الثلاثي الصمام الاورطة ممكن يحصل فيهم مشاكل الناس اللي عندهم امراض في هذه في القلب بيبقى عندهم مشكلا كبيرة جدا تؤدي الى النوم الكثير زيادة انزيمات الكبد الناس اللي عندهم الكبد المتدهن واللي عندهم تلايف على الكبد هما دول بقا Rogue يبقوا قاعدين نايمين في كل وقت تيجي تكلمه هو نعسان بعضهم حتى وقت لقيه بيدرس لقيه مدرس قاعد في الفصل لو يلا أولاد حلوا المسألة دي وهو لحظة رس سابو نعس ينعس يلاقي نفسه خلاص راح في النوم وممكن يعني يطلع صوت من النوم نتيجة إنزيمات الكبد مرتفعة مرض الألزهايمر من الأشياء اللي فيها النوم بيزيد ومرض الشلل الرعاش اللي هو الباركنسونز الباركنسونز أو الشلل الرعاش هو من ضمن أعراضه النوم الكثير بعض الأدوية زي المهدئات وخصوصا الناس اللي بيكون عندهم يعني بيتعافوا من الإدمان الدكتور بيكتب لهم على أدوية تكون يعني فيها مسكن ومهدئ فعلشان الدكتور يديروا حاجة تخليه ما يفكرش فيه المخدر عايز ياخد البرشام عايز ياخد الحقن عايز يشم وخصوصا الأمراض اللي طلعة جديدة بال... اللي ظهرت وقدت إلى جرائم عجيبة جدا من هذه نقول المواد المخدرة المدمرة الجسم الإنسان أما يجي نديده دوا الدكتور بيديده دوا ينيمه فالدوا ده الأعراض الجانبية بتاعته منوم قوي جدا فبتخلي الواحد ينام طيب الناس اللي بيناموا كتير جدا بيحصل عندهم مشكلة المشكلة الأساسية أولا فقدان الشهية هو بيبزلش مجهود طول النهار نايم تيجي تقوله يصحى بقى من نوم العاصر كده هو نام طول الليل ونام بالنهار لغاية العاصر وما يصحى العاصر يبقى يموخم تعبان يقوله تاكل لا عندوش ما بزلش مجهود غير عكس اللي نزل الساعة 7 على الصبح وجري على الشغل ده بقى بيبقى عنده شهيته ضعيفة جدا وطاقته منخفضة يعني مش قادر بيجر رجليه هو داخل الحمام بيجر رجليه وهو قام يصلي مش قادر عنده طاقة منخفضة وبيجيله من أشهر الأشياء تعب بعد الاستيقاظ عكس الإنسان الصحية الصحية ده تلاقيه ايه يقوم من النوم لا عنده شوية شحن البطارية شحنت شوية طاقة إنما اللي بينام كتير لا ده بالعكس يتوخم أكتر فتلاقيه قايم تعبان ومش قادر يبزل أي نشاط من الأشياء أيضا المشاكل اللي بتسببها كثرة النوم نقول ضعف الزاكرة يقوم بتختلط عليه الأشياء مش فاكر إيه اللي حصل ده بقى مشكلة كبيرة وبيبقى فيه عندهم حاجة اسمها بطء التفكير يعني وردود فعله تكون بطيقة وردود الفعل البطيقة لناس اللي بتنام كتير أنا بقول لهم ما تفرحوش بالنوم إن رد الفعل البطيق ممكن لو أنت سائق عربية وعد قدامك حد ما تبقاش عندك رد فعل سريع إنك تقدر تفديه تعرفش ليه إن فيه بقى بطء في التفكير وردود الأفعال واحد بيكلمك تلاقي دماغك بيحصل عليها زي تشويش التشويش ده إيه انت مش عارف ترد عليه تقول له إيه يعني والناس يقول له انت مش عارف ترد عليه تقول له أنا مش تلاقي حاجة أقول له يا له مع إنه طلب منك كلام واضح بينقشك فجأة تلاقي دماغك قفلت حصل عندك ما يعرف به بلوك بلوك يعني قطع التفكير تقطع عندك فالتالي انت وتعرفش ترد الناس اللي عندهم نوم كتير بيبقى عندهم مشاكل اجتماعية كتير إيه هي أولا عدم التواصل بين أفراد الأسرة اللي بينام كتير ده ما بيعرفش تواصل مع أهله كويس مش عارف تكلم معاه في العمل بقى عنده مشكلة في العمل إنه أكثر الناس بيتغيب عن شغل أقلها هم اللي بيناموا كتير أكثر الناس اللي بيتناموا على مكاتبهم اللي بيناموا كتير إنه ما بيعليكش هو آخذ الموضوع إنه إيه بيقولك جسمي بي بستريح عنده مشكلة كبيرة جدا إنه ممكن ينام في أي مكان وده أحيانا يعني يمكن أنا شفت بعين رأسي هذا الأمر في أكبر محطة قطار في لندن تجد واحد مدير شركة مهاب أرفص على كنبة وحطت تحت دماء وبينام في الشارع يعني كان معايا واحد اللي بيقول لي طب الرجل ده تعرف ده مين ده فلان ده ده أكبر مدير شركة طب هو نام هنا ليه كده قال له هو ما بينام في أي حت طبعا تلقى الناس مش يتصوروا وناس يعملوا طبعا مشكلة بنقول مشكلة اجتماعية إنه بدأ في المجتمع بقى عنده مشاكل فبنقول مشكلة كثرة النوم لابد من فحص الغدة الدرقية والكبد عرفة السبب وعلاج السبب علشان قد يكون عرض بسيط يؤدي إلى مرض كبير في ختام هذه الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق والسداد وحسن الخاتمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم أحج بيته الحرام اللهم أمين أستودعكم الله الذي لا طريع ودائع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وإلى لقاء مع عرض ومرض ومرض